اشتركوا في القناة وطابت أوقاتكم بكل خير في هذه الليلة الكبيرة للغاية في ملعب مرسول بارك هنا في ساحة النصر حيث يترقم الجميع المباراة الأولى للنجم العالمي الكبير من الأماكن حول العالم وطابة تتصر في هذه الأمسية الحلوم حيث ست مرمى مارسل تيسراند مع سعادة الموسى وسط النصر يومس الميدان أول لبسة أول كرة رونالدو أمام تولي كريستيانو رونالدو ونا أتكلم على عدد كبير من السماوال هدف الدوربي الكرة الكريستيانو ينتظر مساعدة لهم ترك الكرة لكريستيانو البيتي الاتفاقي في هذه المباراة من بيتي نحو كريستيانو رونالدو بتزديد لكنها تصدر أول كرة أول ضربة أول تزديدة أول تهديد أول محاولة أول امتراق أول مباراة ستسافر في وصف ميدان عدد كائنا ربيع جانبية لن يكون الأمر بسبب الإصابة ولكن العودة لكريستيانو يحاول تغطية تدخل في لفظة ماضية الحكم جيماتينيز رحمة كريستيانو رونالدو محاولة مرور أمام الزهر غريب تغطية وتدخل من الدفاع وبعد ذلك تم عدد روكريا رونالدو كان يطالب بشيء في لفظة ماضية ولكن حكم المباراة لا يشير إلى شيء كانت المطالبة براكل الجزاء من جانب رونالدو أمام مارسل تي سيرانيا من أماكن عديدة يتابعون أحداث هذه المباراة والتفاق يغير في أدوار اللعبة على رونالدو نفت الماضية من جانبي غريب تحت مصر خياراتها في الدقائق القادمة بحسب ظروف هذه المباراة سياسي اليسار سريهم تحرك بجانبي رونالدو بحسب راسه هذا من نصراوي لتاليسكا روعة 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 العربية فضل الارتقاء جمال النهاية رهيبة ارتقاء نصراوي تاليسكا وصول عربية أواسي أوام أو حديدة التي لا تنسى الصاروخ مديرا كريسيانو على تنفيذ خطأ بعد خمسة وثلاثين دقيقة هل هي كافية الوصول إلى مرمى الاتفاق وأول أهداف رونالدو رونالدو أمام كرة ثابتة رونالدو حطها لكنها جات عالية وبعد ذلك إلى ضربة مرمى ضربة مرمى الأكثر أخيرا من جانب كريسيانو على اتفاق الكرة التي كانت من كريسيانو بالتجاه عبد الحمار غريب سوء التفاهم بين الثنائف اللغطبابية لواحدة من لمحات الفنية الرائعة لرونالدو في هذه الأمسية الكرة تالتامي سعاد تالتامي إلى كريسيانو فيضع الكرة في شباك وحاول تعود الوراء إلى عدد كان الريتم ارتفع شوية شوية الأول الذي كان في بارك كريسيانو رونالدو عودة للوراء تكثر من كرة أخرى منها ثابتة لرونالدو يحاول البحث على الحلول كرة على تياتي مش عانم فإذا كان كريسيانو رونالدو يرحب كريسيانو رونالدو رونالدو إلى غريب لمصاعة المصر غريب تمنير الترد إلى رونالدو كريسيانو تنسيدة لكنها بعيدة وفي الأخير تحولت إلى روكريا حلو الأخضبابية رونالدو تنسيدة صدمت في الدفاع من جانب كريسيانو ثاني مرة تنسيدة كحارس مرمى بيتينيو عنده 29 سنة بالتجاهي رونالدو على جهة اليسار يلعب كرة عرضية خطيرة بيتينيو رواء كبيرة في اللقاء الماضية مارتينيز بعد رمسة كريسيانو تمريرة رونالدو لبيتين مارتينيو بالتجاهي رونالدو يصل كرة رونالدو ينتظر مساندة أكبر واحد على واحد يحاول من رونالدو يحافظ على كرة يبحث عن التمرير إلى بيتين مارتينيو تانيس كالتسديل يبعد أقدر كالجميل من جانبي باولو فكتور مع رد السعب الكرة إلى كريسيانو رونالدو يحاول رونالدو يحاول رونالدو أما مكسب اللاعب تركي وتدخل لا شيء في قرار الحاكم بعد اللقاء الأخيرة رونالدو يحاول رونالدو إلى تانيس كالتسديل كريسيانو تمليل الثرد بجانبي آندرسن تانيس كالتسديل تحولها لكريسيانو رونالدو للعودة للوراء الكرة أقصدر إذا أفيد نحاول وصول كرة لم يلمسها حتى شوفها شوفها مرة أقرب لا في تلامس في تلامس واضح بجانبي رونالدو لكن يعتقدر بأنه لم يكن يقصده في اللقاء الماضية أجمال خيبر بتمريره نحو كريسيانو رونالدو تمريره ترد الخيبر يحاول مع رونالدو داخل مطاكس الجزاء رونالدو يبحث عن المرور التمويم والتسديدة والكرة خطيرة حلوى كانت من كريسيانو صاروخ ماديرة كان قريما هذا فول رونالدو أمام هذه النقطة الفور كريسيانو رونالدو في هذه المباراة بعد مصر سعيد بصدارها بانتصار في سيانو رونالدو بصفقة مدوية عالمية يستمتع في الأجوام وفجأة بعيدة كرة الحسن على رونالدو الحسن يتكاول هذه المباراة رفقة الزميل العزيز بالعزيز البكر للكبات الأعزاء في الستيديو بعد فاصل القصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر